بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهد الأمين زملاء الأساتذاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل واحد منا مع بداية الموسم الدراسي يبحث عن طريقة المثلة أو عن الطريقة المثلة لإنجاز المعلقات ومن ضمن هذه المعلقات الهرم السني اليوم جئتكم بملف اكسل يقوم بإنجاز الهرم السني بأفضل طريقة ويكون تكون النتيجة جد رائعة نبدأ على بركة الله في بداية الملف يظهر هنا صفحة المعلومات النملة المعلومات التاعي المقاطعة البلدية المدرسة المستوى الذي تدرسه وكذلك اسم المعلم ثم ننزل إلى الصفحة المولية إلى بطاقة المعلومات مثلا سنة أولى هذا العام لديهم ألفين وخمسة ألفين وأربعة عشر إذا كان عندك مستوى واحد فقط أو مستوى السني واحد فقط تقوم بالمعلومات ثم تملأ عدد ذكر وعدد الإناث مثلا نجد بعض المرات يكون في قسم واحد فارقي السن نملأ السن تاع التلامذ اللي عندي ونملأ عدد الذكور وعدد الإناث نذهب لنأخذ مثال على بركة الله مثلا قسم في ثلاثة فورق السن 2011 2012 2013 على ما أظن هنا يكون في السنة الثالثة أو السنة يكون في السنة الثالثة نملأ المعلومات مثلا عندي في سنة في 2013 عندي أربعة ذكور وابنتان مثلا في 2012 عندي 11 ذكر وابنت واحدة مثلا في 2011 عندي أربعة ذكور وثلاث إناث نبدأ على بركة الله نذهب إلى طباعة الهارم بعد أن نملأ المعلومات إلى طباعة الهارم كما ترون في أعلى الصفحة المعلومات التي ملأتها ثم هارم أعمار التلاميذ عنوان الصفحة ثم البيانات 2011 2012 2013 ثم في الأخير إمضاء المعلم وإمضاء وختم المدير نذهب إلى طباعة لنرى كيف يكون الشكل النهائي لاحظوا الشكل النهائي جميل جدا وظيفي دون تعقيدات ودون تعب والإنجاز يكون في بضعة ثواني إذا كان لديك طابعة تطبع مباشرة وإذا لم يكن لديك طابعة ميزة نسجل هذا المطبوعة في ملف أو في عفوا في مفتاح ESP ثم نذهب إلى الطباعة عند الصحة المكتبي أوصيكم بنشر هذا الفيديو ليستفيد الجميع تجدون رابط تحميل البرنامج في وصف الفيديو كان معكم زميلكم النور استقبلوا تحياتي موفقون إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر